خليني أتكلم عن الاجتماع الأول وهو اجتماع الرئيس مع وزير قطاع الأعمال الجديد في تغيير الوزاري السابق حل سيد مهندس محمود مصطفى وزيراً لقطاع الأعمال العام والرئيس النهاردة اتكلم على ضرورة الاستفادة من أصول وثروات مصر الموجودة في قطاع الأعمال العام شركات قبضة ضخمة عملاقة لكن معظمها كانت شركات مترهلة خضعت لعمليات تجميل عمليات عادة تأهيل عمليات زرع مفاصل عمليات زرع قلب هل نجحت بالشكل الكامل نجحت بالشكل الجزئي هي تحت عملية الإصلاح وتابعنا الوزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه من أيام مختار خطاب واحنا شغالين أو عطف عبيد واحنا شغالين قطاع الأعمال الحائر بين الوزارات المعنية المختصة يعني مثلاً شركات الأدوية الطبيعي كانت تبع وزارة الصحة زمان شركات السياحة تبع وزارة السياحة شركات النقل تبع وزارة النقل كل شركات الصناعات الغذائية تبع وزارة التموين لكن بعد فكرة الخصخصة الله رحمه وعطف عبيد عملوا جمعوا كل الشركات وحطوها فيه كيان واحد ووزارة قطاع الأعمال للإدارة الاقتصادية الإدارة الحكيمة وتأهيل بعض الشركات الخصخصة وتطوير الشركات إلى آخر في نهاية كلمة قطاع الأعمال العام أو شركات قطاع الأعمال العام لها مدلول في وصورة زهنية عند الناس كان محتاج أنه يتطور بس مش يتطور بالكلام يتطور بالفعل بالفعل تم وضع هذا القطاع وهذه الشركات تحت مايكروسكوب الدولة وتحديداً السيد الرئيس بنفسه بيتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا القطاع شركات فيه شركات رابحة ناجحة بتحقق أرباح يعني مقبولة إلى حد كبير فيه شركات يعني بتحاول تقوم تقفى على حيلة وفيه شركات وقعة خلط فيه شركات لابسة في الحيط شركات بتكلف الدولة تكاليف مهولة بمليارات لكن المشكلة الأساسية اللي تبقى عقب أمام الإصلاح الكامل هو العمالة طب العمالة هي سبب الخسائر طبعاً سبب الخسائر في الشركات كانت الإدارة الإدارة الفاشلة أو الإدارة الفاسدة هي التي أودت بهذا القطاع اللي كان في يوم من الأيام هو ظهر وسند الدولة المصرية صناعية كان قطاع الأعمال العام وشركاته اللي هي شركات القطاع العام اسمها زمان في بدايتها كانت ناجحة وكانت 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 إلى آخر وبنتغنى بذلك حتى الآن لكن أما وإنه دخل إدارة فاشلة وفازدة ضيعت الشركات فأصبحت الشركات عب وحمل فوق كاهل الدولة والموازنة العامة للدولة والحكومة وبنتنظر جميعاً على الإسلوب الإداري أو إسلوب الإدارة اللي لا يحقق أرباح كافية لكن الرئيس انتبه في البدايات من 2014 إلى أنه فيه ملف منسي ملف كده في الظلمة ملف كده الناس مش عايز تقرب منه اللي هو ملف قطاع الأعمال العام وشركات تعايا عم نفتح الشركات نشوف شركة دي إيه؟ طب وإحنا عايزين إيه؟ طب إحنا نقدر نصلح إيه؟ طب ما نقدرش نصلح إيه؟ خلينا نبقى واضحين وما نتحقش على أنفسنا ولا نتاجر بشعارات